في خطوة إيجابية وضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطنية قررت وزارة العدل السعودية إنشاء مراكز مهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة بدلا من أقسام الشرطة ويهدف القرار إلى توفير مكان مهيئ أمنيا ونفسيا لتلقى الأب أو ليلتقي الأب والأم بأبنائهما في جو أسري مريح ومن شأن هذه المراكز أن تسهل عملية زيارة الوالدين في حال عدم اتفاقهما على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في وقت الحضانة طبعا المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياضة دكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية صباح كرلا بالخير دكتور ناصر نسهد صباحك صباح النور لكم والسعادة للسيدات والمشاهدات وإجازة إن شاء الله سعيدة للجميع شكرا دكتور ناصر بس عشان نحاول نفهم أكثر الهدف من إنشاء هذه المراكز هي بديل لماذا؟ يعني متى يتم اللجوء لهذه المراكز؟ مجرد فترة يعني حين يكون هناك خلاف أو نزاع في فترة على موضوع الحضانة؟ ولا ماذا؟ يعني متى يتم اللجوء لهذه المراكز؟ نعم طبعا هي تأتي طبعا ضمن برامج التحول الوطني وهي طبعا مبادرها للوزارة قدمت سابقا كبرنامج واعتمدت أيضا من ضمن برامج التحول ضمن برامج ال16 التي اعتمدت لوزارة العدل اختصارا هي مكان آمن لحفظ حقوق الطفل حال النزاع الأسري في مسائل الرؤية والزيارة طبعا نعرف أنه عندنا تقريبا العام الماضي حوالي 35 ألف سك طلاق منهم حوالي نقول 20 ألف 15 ألف معهم أطفال نقول ممكن 10 ألف أمورهم طيبة يشوفه في بيت ياخذ من بيت الزوج أو يتاخذ من بيت الزوج ما في مشكلة لكن حقيقة مع التغييرات في المجتمع والخلافات اللي نجدها في المحاكم وجدنا في إشكالية أنه لا الزوج ولا الزوج يتيقون ولا سيمة في قضايا العنف أنه احتردنا حالات كثيرة أنه الزوج رجع للولد في مشاكل ولا الزوج يتشتكي الزوج كذلك فهذا بديل مكان آمن يتم في استقبال الطفل عمل سكرين أو عمل تدقيق لحالته النفسية والاجتماعية والبدنية وبالتالي تسليمه أيضا للطرف الآخر استلامه من الطرف الآخر وتسليمه للطرف الحاضن هذه اختصارا المسألة حقيقة نواجه كثير من المشاكل كانت أولا لا يتم الوثوق إلا فيها مراكز الشراط مراكز الأخرى لكن حقيقة وزارة العدل ومنطلق طبع مسؤوليتها الاجتماعية وأيضا تفعيل المادة 67 في نظام التنفيذ وقرت هذه المراكز وهي إن شاء الله سوف تكون على مستوى المملكة والآن حاليا تطبق بالتعامل مع بعض الجمعيات طيب ممتاز طيب دكتور ناصرة بسألك كمان عن أنه الإجراء ما الضامن في مسألة الإجراءات في عودة الأبناء مجددا للأم أو من له حق الحضانة سواء الأم أو الأب إيش اللي يضمن الآن أنه في أحد الأطراف يلتزم بتسليم الأبناء لهذه المراكز طبعا أكيد أن هناك إجراء عندنا إجراء قاضي الموضوع وقاضي محكمة الإحوال الشخصية يدون أثناء سك الطلاق أو فسخ النكاح أو الخلع مسائل إجراء كمية النفق المقررة شرعا وأيضا كذلك أماكن الزيارة أو مكان الزيارة أو مدة الزيارة عندما تؤخذ هذا السك من قبل الزوجة أو الزوج يذهب لقاضي التنفيذ قاضي التنفيذ يعطيك خمسة أيام للتنفيذ وإن لم يلتزم المنفذ ضده يتم استكمال الإجراءات ومنها حبس ومنها أيضا إيقاف الخدمات هذه الإجراءات ساهمت بإشكال كثيرة في حل كثير من النزاعات وبالتالي مبادرة الأزواج الممتنعين خصوصا وأيضا بعض الزوجات وبالتالي لكن القضية هي قضية أين يتم التسليم كان في السابق يتم التسليم في مراكز الشراط في أماكن يتفق عليها الطرفان فوزارة العدل كانت مرعبة أمام الأطفال يعني مش حلوة أن الأطفال يذهبوا لمركز الشرطة جدا نعم جدا جدا مرعبة وتخيل أن الطفل ينشأ في حال النزاع هذا ماذا يكون مستقبله وبالتالي أعتقد أنها مبادرة للوزارة العدل ليست معنية ابتداء بهذه البرامج لكن حقيقة أنها تساعد وتشارك القطاعات الأخرى والذات قطاع التلمير الاجتماعية في هذه البرامج طيب دكتور بشكل سريع من الذي يقرر أنه سيتم اللجوء إلى هذه المراكز من أجل اللقاء يعني من يمتلك حق الحضانة وهل على الطرف الآخر الالتزام بالبقاء طول الفترة لمقابلة الأطفال داخل المركز يعني ممنوع يأخذ مثلا أو تأخذ أطفالها إلى الخارج ولكيف تتم العملية إذا تسمحوا لي بس فقط قضية المراكز تعمل أكثر شيء خميس وجمعة بمعنى هي ليست مراكز إيواء الطفل لا يمضي فيها أكثر من ساعة ساعتين هناك إجراءين إجراء الزيارة أو الرؤية أو إجراء الزيارة الرؤية أن الزوج يأتي في المركز ويشوف الولد المدة ساعتين ثلاثة خاصة في قضايا التدرج يعني الطفل قد يكون غائب عن أبو فترة طويلة وبالتالي نطبق قضية أو يكون في عدم ثقة من الأب في الأب أو الأم فبالتالي يرونه في أماكن المراكز هذه هناك إجراء آخر وهو طبعا استلام الطفل من قبل هذه المراكز تسليم للأب واستقباله بعد يوم أو يومين ويرجع على المركز والمركز يستلم أو أدي أشير فقط لنقطة تسمحوا لي وهي مهمة أن هذه المراكز ليست فقط للرؤية والزيارة المحاكمة لأحوال الشخصية قد تستفيد منها في تقرير الأصلح للحضانة بمعنى قاضي الموضوع قد يطلب تقرير من هذه المراكز أنها تقدم تقرير أيضا تقارير العنف والخلافات هذه تقريبا المراكز سريعا الفتوى السابقة التي كانت تقول أن سن الحضانة من سبع سنوات فما دون الموضوع هل اختلف الآن ومن ينطبق عليهم موضوع المراكز هذه من عمر كم تقريبا أحسنت المراكز طبعا حسن الحضانة ولسن البلوغ أي طفل أو طفلة ولسن البلوغ الخامسة عشر والساتس عشر بالنسبة للموضوع ذكرته وهذا حقيقة نحمد الله أنه في بلد يتغير حسب تغييرات المجتمع في عام قرار المجلس القضاء الأعلى 35 أقر أن مصلحة المحظون هي الأساس وليست ما يعرف عندنا بالمذهب اللي هما دون السبع وبالتالي أصبحت مصلحة المحظون هي الأساس في إقرار الأصلح للحضانة سواء الأم أو الأب وليس سابقا ما دون السبع للأم وما بعد السبع للأب فهذا الحمد لله يعني فيه مرونة وهذا يدل الحمد لله على توسع القضاء وتعاونه ومرونة مع طيات الحالية والاجتماعي ومرونة كذلك دكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية شكرا لكم على هذه المبادرة اشتركوا في القناة